أهلا بكم اليوم سأتكلم على البرنامج التجريبي لمسارات التنقل الاقتصادي Economic Mobility Pathways Pilot هذا البرنامج أعلنت عنه حكومة كندا لاستقطاب الليجئين والنزحين من دولهم حتى يشتغلوا ويعيشوا في كندا بصفة دائمة كلنا نعرف أن الشخص الليجئ يتعامل في كل الدول على أنه لجئ حتى إذا أراد السفر إلى بلد آخر للعمل أو الدراسة أو حتى للسياحة بنسبة كبيرة يتم رفض الفيزا له لأن القنصل يفكر وقتها أنه هذا الشخص مسافر حتى يقدم لجوء في بلد آخر لذلك فيديو اليوم فرصة لأي شخص يريد الهجرة إلى كندا والحصول على الإقامة الدائمة ومن مميزات هذا البرنامج أنه إذا تم قبولك ستحصل على قرار حتى تستطيع حجز تذكر الطائرة والسفر إلى كندا وحتى تصرف على نفسك في الأيام الأولى من وصولك أنا سأشرح لكم هذا البرنامج وكيفية التقديم وكل شيء بالتفصيل اعمل لايك للفيديو وإذا كنت متابع جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد حول فرص الهجرة والعمل في كل الدول حتى تقدم على هذا البرنامج وتحصل على الإقامة الدائمة أنت وعائلتك يجب أن تتخطأ هذه الشروط أول شرط يجب أن تكون لاجئ يكون معك إثبات بأنك لاجئ مثلا مسجل في الدولة المقيم فيها على أنك لاجئ أو مسجل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهكذا ثاني شرط أن تكون خارج كندا وبلدك المذهد مثلا أنت من سوريا عند تقديم على هذا البرنامج يجب أن تكون لاجئ في بلد أخر ويجب أن تكون خارج كندا في نفس الوقت ثالث شرط أن تحصل على موافقة من أحد هذه المؤسسات الخيرية هذه المؤسسات تقدم للاجئين فرص عمل بشراكة مع الحكومة الكندية تقدم لك أيضا عديد الامتيازات الأخرى طبعا أنت وعائلتك إذا متزوج بعد ما تحقق هذه الشروط تقدم على الإقامة الدائمة وكيف ما قلت لكم أي شخص يمكنه الحصول على قرر من الحكومة الكندية وسأشرح هذا الأمر بالتفصيل في آخر الفيديو يعني أنت حتى تحصل على الإقامة الدائمة في كندا أن تكون لاجئ وتكون خارج كندا وتحصل على قبول من أحد هذه المؤسسات الخيرية كيف نحصل على قبول من هذه المؤسسات؟ سأترك لكم جميع روابت هذه المؤسسات في صندوق التعليقات سنتعرف على كيفية التقديم على هذه المؤسسات حتى نحصل منهم على قبول كما قلت لكم هذه المؤسسات توفر لك فرص عمل وأنت حتى تقدم على هذه المؤسسات يجب أن يكون معك سيرة ذاتية كندية CV فيه معلوماتك الشخصية الوظائف اللي اشتغلتها إذا ما هو في شيء معين تذكره من بعد تقدم على هذه المؤسسات نبدأ بالمؤسسة الأولى سأشرح لكم نحن المؤسسة الخيرية الأولى في العالم التي تربط اللاجئين بالوظائف على المستوى الدولي من يمكنه التسجيل؟ الشخص اللاجئ والشخص العديم الجنسية أو في وضع النزوح من البلد الأصلي لا تحتاج إلى وثائق هوية قانونية للتسجيل يعني حتى إذا لا تملك وثائق خاصة بالتسجيل لا يوجد مشكلة بالعكس هذه المؤسسة لما يتم قبولك ستساعدك في الحصول على كل المستندات اللازمة للهجرة إلى كندا حسنا نذهب لكيفية التقديم تضغط على تسجيل يجب تقديم كل معلوماتك تضغط على تسجيل هنا الشيء اللي لاحظت أن هذه المؤسسة الأشخاص اللي تعمل فيها من جنسيات عربية وهذا الأمر سيساعدك أكثر في التواسل معهم وفي عملية القبول حسنا تضع هنا البريد الإلكتروني الهاتف إذا معك واتساب وتضع كلمة مرور وتأكدها من بعد تضغط عليه التالي هنا تضع الاسم الأول الكونية تاريخ الميلاد نوع الجنس البلد دي تعيش فيه حاليا في أي عام وصلت إلى هذا البلد يعني البلد دي تعيش فيه الآن كالاجئ متى وصلت له المدينة والولاية وتضع الجنسية هل أنت مسجد في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تضع نعم أو لا أو لست متأكد وتضغط عليه التالي وهنا خاصة بالمهارات التي تمتلكها تحدد المهنة لإشتغلتها من قبل أو متخصص فيها جميع الوظائف موجودة من بعد تضع كم معك خبرة وهنا إذا معك مهنة أخرى تضغط عليه أذف مهنة أخرى ونفس الشيء تحدد نوع المهنة وكم معك خبرة فيها من بعد تضغط عليه التالي هنا يقول لك تفاصيل خبرة العمل الخاصة بك مطلوبة تضغط على إذافة خبرة العمل وتضع اسم الشركة أو المؤسسة التي اشتغلت فيها البلد وتاريخ البدء والانتهاء اسم المهنة وتسفها وهنا تضع نوع العقد وقت كامل أو جزئي ونوع العمل مدفوع أو تطوعي وتضغط على إذافة خبرة العمل ومن بعد تضغط عليه التالي ما هو أعلى مستوى تعليمي وصلت لهه؟ هنا ستجد المرحلة الإبتدائية إلى الماجستير تحدد المرحلة اللي وصلت لها وتضغط عليه التالي هنا كيف تتكلم اللغة الإنجليزية؟ مبتدأ جيد متوسط وتحدد مهاراتك في الكتابة والقراءة باللغة الإنجليزية إذا تجد لغة أخرى تقوم أيضا بوضعها وتضغط عليه التالي هنا إذا معك شهادة في اللغة تضعها تضع اسم الشهادة والمؤسسة اللي حصلت منها على هذه الشهادة وتاريخ الاستلام إذا لا تملك شهادة تضغط على التالي مباشرة حسنا هنا تضيف تعليقاتك وأين سمعت بهذه المؤسسة تضع من صديق وإذا معك ملف لينكدين تضعه هنا وتضغط عليه التالي هنا تحمل أسيرة ذاتية وإذا معك أي مستندات أخرى خاصة بمهنتك أو معك شهادة لغة تقوم بتحميلهم من بعد تضغط على إرسال وهكذا أنت قدمت على هذه المؤسسة ستسلك رسالة على البريد الإلكتروني تأكد أنك قدمت بشكل رسمي نذب للمؤسسة الثانية تالونت لايف كندا هذه المؤسسة تدعم أرباب العمل في كندا لتوظيف المواهب النازحة وتوفر للمتقدم عمل دولي وتأشيرات ماهرة إلى كندا من هو المؤهل على التقديم الشخص ليعيش خارج كندا وكليج أو في وضع شبيه بالليجئين تضغط على إنظم إلى منصة المواهب ستفتح لك هكذا تضع البريد الإلكتروني الخاص بك وعليمه هنا وتضغط عليه التالي ستسلك رسالة على البريد الإلكتروني لسجلت به في هذه الرسالة ستجد رقم تضعه هنا وتضغط عليه ووصل هنا كل المعلومات الخاصة بهذه المؤسسة وشروط التقديم لذكرنيها منذ قليل أنت تضع علامة هنا وتضغط على التالي تضع كل المعلوماتك الشخصية وتضغط أيضا على التالي ستفتح لك هكذا تحدد البلد المقيم فيه ونوع الوظيفة من بعد سيطلب منك تحميل السيرة الذاتية وتضغط عليه تقديم وهكذا أنت قمت بالتقديم على هذه المؤسسة حسنا نذهب للمؤسسة ثالثة يواجه اللاجئون العديد من حواجز التوظيف للعمل لكن ليس عليك مواجهتها بمفردك أحصل على الدعم الذي تحتاجه لتصبح جهز للعمل وبدأ حياتك المهنية في كندا هذه المؤسسة توفر العديد من الخدمات حتى أنها يمكن أن تقوم بمساعدتك على معادلة شهادتك حسنا نذهب لكيفية التقديم على هذه المؤسسة حتى أسهل عليكم سأترك لكم رابط صفحة التقديم مباشرة يعني كيف تدخل لها ستجدها هكذا نحن ندعم اللاجئين المستقرين حديثا في التغلب على حواجز التوظيف وتأمين عمل الهدف نحن ندعم أرباب العمل بشكل متساوي حتى يتمكنوا من الحصول بسهولة وفعالية على مواهب اللاجئين وتوظيفهم يعني أنت لما تقدم هنا طبعا إذا اشتغلت مهنة من قبل تضحى أو عندك خبرة في مجال معين وهذه المؤسسة ستعرض خدماتك على أصحاب العمل مثل الزوز مؤسسات التي تحدثنا عنهم وتكون وسيط بينك وبين صاحب العمل تضغط على اللاجئون تطبيق سيفتح لك هكذا تقوم بملأ كل البيانات الخاصة بك معلوماتك الشخصية وتحمل السيرة الذاتية وتضغط على تقديم وهكذا أنت تقدم بشكل رسمي على هذه المؤسسة يمكنك تقديم على ثلاث مؤسسات عادي جدا حتى تقوي حضورك في القبول حسنا بعد ما تقدم طلبك سويا في مؤسسة أو تقدم على الكل تنتظر الرد منهم ولما تحصل على قبول ستحصل معه على عقد عمل يعني أنت بعد ما قدمت طلبك هذه المؤسسة ستبحث لك عن وظيفة بنفس المواصفات لفيك ولما تجد وظيفة لك سترسلك على البريد الإلكتروني وتعطيك كل المعلومات بخصوص العمل وستساعدك في إجراءات السفر والحصول على الإقامة الدائمة بما أنك حققت كل الشروط المطلوبة منك ولهي أنك تكون لجأ وحاصل على قبول من هذه المؤسسات أظن أن هذه النقطة واضحة تماما في أول الفيديو أخبرتكم أن هذا البرنيمج يوفر قرار حتى تكون قادرة على تغطية مساريف السفر والعيش في كندا أنت بعد ما حصلت على القبول وعقد العمل من أحد المؤسسات الخيرية تدخل على هذه الصفحة من الموقع الرسمي لحكومة كندا وتنزل للأسفل وتملأ كل البيانات وترسلها لهم إذا توفرت فيك كل الشروط ستحصل على المبلغ ويمكن أيضا للمؤسسة الخيرية أن تساعدك في هذا الأمر وتحصل على المبلغ المالي ولما تصل هناك تبدأ تشتغل وتعيش حياة عادية حظ موافق سأترك لكم رابط هذه الصفحة مع روابط المؤسسات الخيرية في صندوق التعليقات لا تنسى اللايك للفيديو كدعم للمجهود وإذا كنت جديد في القناة اعمل اشتراك ليصلك كل جديد أول بأول